سيما الكلامة لما حضرتكم في بداية البرنامج إن إحنا النهاردة في صباح الخير يا مصر بنحتفل بالذكرى السبعة وستين لتأميم قناة السويس اللي هي بتعتبر أهم مجرى وممر ملاحي في العالم أعتقد إن فيه تلات توريخ مهمة في قناة السويس التاريخ ده اللي هو تاريخ التأميم وأيضا التاريخ الخاص بـ 2015 افتتاح المجرى الجديد وأيضا تاريخ بتاع Ever Given اللي العالم كله اتكلمنا عليه في المقدمة يا جمانة وبص علينا وشاف إحنا بنعمل إيه من وقتها بنتكلم إن قناة السويس حصل فيها تطوير كبير جدا بتواكب مع تطورات صناعة السفن ومع حركة التجارة البحرية العالمية بكل تأكيد لكن نهم نتكلم عن التفرق كبير اللي حصلت فيه قناة السويس بدأت مع إنشاء القناة الجديدة وخطة تطوير اللي حصلت بعد كده وكمان اللي ساعدت في مضاعفة إيرادات القناة وفي نفس الوقت الحفاظ على مكانتها الدولية كأهم ممر ملاحي في العالم احنا معنا دلوقتي على التريفون الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس سبعا خيلا لحظيك يا فندم وطبعا في البداية كل سنة وحضرتك طيب كنت طيبين يا فندم أهلا وسهلا أهلا وسهلا وسهلا سهلا الفريق كلمنا في البداية يا فندم عن يعني وإحنا بنحتفل النهاردة بالذكرى 67 لتأميم قناة السويس لو كلمنا عن أهمية هذه القناة كأهم مجرى ملاحي في العالم نقدر نقول إيه كيف ترصد وكناة الأنباء العالمية هذا الأمر كيف ترصد الصحف العالمية وجود ممر قناة السويس كأهم مجرى ملاحي في العالم وبحط تحت دي كذا خط طيب في البداية أقول لكم سنة ونقول أن ملحمة تأميم هي واحدة من أهم الملاحي بيستطرها الإنسان المصري وكان دليل على قدرة هذا المسان على وجهة كافة التحديات ونقدر نقر مع قناة السويس بعد كذا كانت حفر قناة السويس جديدة وكان شراء الشهادات والملحمة اللي عملها المصريين برضه في جامعة 64 مليار جنيه في 8 أيام وبعد كان محمد إفر جيبني عن أصلي أن الملاحي بدأت من يمكن من 56 من تأميم قناة السويس اللي بيمر عليها النهادة 67 عام بالنسبة للتطوير طبعا هي قناة السويس مرت بما راح كثيرة جدا من التطوير بعد جهة 56 بعد التأميم لأن من لغاية 56 ما كانت شراحة بيحصل أي تطوير في المجرب الآن وكان اللي بيستغلوا كانوا بيستغلوها بس في العقد اللي بيعود فيهم لكالكوش بيحبولها أي تطويرها اللي بيستغلوا عليها أي تطوير وبالتالي كان برضه كان مستوى لقناة السويس في دلوقت دوا كان بدأ يقل وتصنيفها بدأ يقل لكن بعد بداية التأميم بدأ التطوير يتم فيه قناة السويس والاهتمام بقناة السويس من المصطين ومن الرؤساء بالذات ده الرئيس بغال عبد الناصر السيئة المرسلات طبعا عمل فيها إسكالات السحة بعد حرب 73 وطوع فيها مرتين بعد كده ملحمة كمراء في المجرى الملاحي المواجه لقناة السويس والقناتين يعني اللي هو قناة السويس الجديدة وإن كانت الرؤية العبقرية للرئيس سيسي إن احنا نعمل المجرى دوا ونعمله سنة واحدة بعد الثلاث سنوات وإن فيه عاية داخل يخش من أول يوم من استداح قناة السويس الجديدة في 2015 استمر هذا التطوير يعني واشا عن بكده لا ده إحنا يعني بالقناة السويس الجديدة والذي تم في قناة السويسي الجديدة وقد اعدنا اثنين مجرن المناحي وانتفع تصديف القناة وتغطس طاعت السفن الزاد. ما كانتش بتعرض فيها قناة السفن الكبيرة ده بتعرض 18 متر وتغطف طاعت المراكب 18 متر ونص حمولات بتوصل إلى 240 ألف طن يعني بقت مراكب عملاقة وضخمة اللي هي اللي هل نقول عليها اللي هي الجيل غابع من السفن ده أصبح بيمر في قناة السويسي اللي كانتش بيمر خلص في قناة السويسي اللذينة كانتش بيمر خلص في قناة السويسي اللذينة كانتش بيمر خلص في قناة السويسي اللذينة نزيد على كده بقى التطوير اللذين نعمل في قطاع الجنوبي ده مهم جدا مشروع كبير وعلاق ممكن برضي قطاع الجنوبي لم ينصوا التطوير من 1990 نظراً لصعوبة هذا الجزء من القناة لان الجزء ضيء وتأثير التلاث فيه كبيرة وفيه منحانيات كتير والقاعد طاعته صخري كان صعب البدء فيه او العمل فيه اه لكن احنا اقتحمنا الموضوع باولاً طبعاً دعم السادة الرئيس وتصديقه على هذا المشروع اللي احنا شغالين فيه دلوقتي ان شاء الله ينتهيه في اخر السنة دي نحن دعم فيه تعريق بقناة في جزء دول اللي جزء ده كمان كمان عرض تاع كان حوالي متين وثلاثين متر متين وخمسين متر اللذين كان داية وحطة في الحلس كانتش بقى الحلقات بتاعته كبيرة جداً متأثير التلاث فيه كان بيأثر بالطريقة المشروع تطوير نحن نواسطة عربين متر جاد شرح ونعمق من ستة وستين أدم ليه اثنين وسبعين أدم يعني اربعة عشر متر سبعة عشر متر وده هيساعة السفن اللي هي العملاقة الأكبر من المرة عندنا لحبول عليها الجي سي الليل وبالتالي احنا جاهزين إن شاء الله لما نكمل بيئة تعميك سكنا كلها ان احنا السفن العملاقة دي تعبر في قناة السويس التطوير طبعاً شامل حاجه دي عشان مضايح شكتلكوا طبعاً التطوير سات الرئيس كان مخطاب جداً بمجرب لاحي وده احنا عملنا فيه اجازات كبيرة جداً من سواء كانت من جرشات او بعيسونات او تطوير البنوبي تطوير الاسطول وده برضو سات الرئيس كانت ضد لنا بـ 28 قطرة وده اشغالين فيه مصر بنروح علي عشر قطرات وده اشغالين مع شركات اجنبية مع شركات اقطاع خاص مصر إذا شكت ثلثان يعني يعني فيه مشاريع كتير جداً سات الرئيس بيتباحها وإحنا بننفذ ومشي على خطأ سبتة إن شاء الله إن شاء الله يا فاني طيب يساعد الفريق بمن حضرتك يعني معنا في صباح الخير يا مصر اسمحني استغل وجود حضرتك معنا للرد عن نقطتين تحديداً أولهم إنه كل فترة كده بيخرج علينا خبر إنه هيبقى فيه بدائل لمجرى قناة السويس إنه هيبقى فيه مجرى ملاحي آخر فيه طريق أقصر مع إنه في وقت زي ما كنا نتكلم على حدثة ايفر جيفن على سبيل المساعد العالم كله توقف وكان واقف برائب اللي بيحصل في قناة السويس بترقب كبير جداً يعني حتى لا يسمح بصحة هذه الأخبار لكن حب أن أنا أسمع كمان رد حضرتك النقطة الثانية فكرة إنه عدم أهمية أوي كل هذه الخطوات والتطور اللي بيحصل في قناة السويس يمكن حضرتك رديت عن ده بالتفصيل في إجابة حضرتك للسؤال السابق وأيضاً إيرادات بترد عنده لكن لو في النقطة الأولى يا فنم تحديداً تماماً يا فنم طبعاً إحنا قلت السؤال وجاوبت على الجوز كبير منه أنه كل فترة من الفترات تدر تطلع كلام إن في بديل لقناة السويس أو إن في طرق بتعمل عشان تبقى بديل لقناة السويس برضو أنا بتكلم إن إحنا إحنا عايزين نعمل طرق لنعملها ما نعمل يعني اللي بيعمل حاجة وبيطور عنده في بلد ولا بيشغل حاجة ما تعمل إحنا مالك ما كبير من قناة السويس يعني يعني هل أنت الهدف تاعك إن أنت تعمل حاجة بديلة قناة السويس ولا أنت بتعمل تأطوير عندك أو عشان تبقى فهنا نسيب بالغضاء دوان إيه يعني اللي يعمل حاجة يعملها وإحنا معاه برضو فيش مشكلة يعني وطبعاً إحنا مش قد نحجر لحد إن يعمل حاجة لكن إحنا لنا شغلنا إحنا إن إحنا لنا شغلنا إحنا إن إحنا بعمله يعني مش قد أقول لحد لا بتعملش مشروع بعملت لا يعمل مشروع ولا ليه شغل اللي أنا بعمله لكن عايز أقول برضو صراحة ونطمن الناس كلما إن لم ولن يكون فيه بديل لقناة السويس كبديل يعني إن تلغي قناة السويس أو يتبحل دورها أو تتجنب ويبقى فيه بديل آخر لا مفيش لكن فيه طرق بتكون بتشتغل علشان تجارة بينية علشان تأثر حاجة معينة تشتغل من بلد لبلد كل ده وارد وموجود ولكن نرجع نقول نطم الناس اللي مفيش يعي الغات بلقتي مفيش مجرة ملاحية علشان لبقى فيه بديل لازم فيه مجرة ملاحية من الشرق إلى الغرض زي كناة السويس صحيح نكون بنفس أمان كناة السويس وبنفس الطول بتاع كناة السويس يعني السفن عندنا بتاخد دولة 11 ساعة بعد ما كاد بتاخد 22 ساعة بكناة السويس جديدة صحيح السفن عندنا دلوقتي فيه أمان إن عندنا كناتين كمان مش كانوا واحدة يعني هيعمل برضو هيعمل كناتين صحيح في أعماق بتوصل الغاطس بوقت الوصل لتمنتاشر المركب تمنتاشر متر نصف يعني السوق اللي عندك نحن نتكلم بقى هذه اللي بلازجك فيه حاجة بنفس المواصفات دي صحيح هذه مش موجودة يعني في العالم يعني لا واللي عايز يعمل 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 ما فيش مشكلة وإحنا لين طرقنا يعني إحنا لو في خطوة أنابيب برضا عايز أقول خطوة أنابيب ممكن تستغل أو تاخد من سفن البترول من أنابيب عشان البترول يعني تاخد من عندنا احنا عابلنا في حدود واحد ونصف المية من قيمة اي وردات المية تتخش عندنا فالو في السكة حديث يعني ما نقول إن مركب واحدة عندنا بتشيل آآ آآ آآcription حاوية أو آآع وعشرين ألف حاوية اي لما نيجي القطر اللي هيشيل الحاويات ده كل عربية قطر بتشيل من ثمين لخمسة wanna حاوية بالكتير قوي بالزبط يعني لو لو فيه اطر فيه ميتة عربية وده طبعا مستحالة اي حنا نت Snapskadacard حوية في عشرين ألف حوية لا يوجد مقارنة نحن نطمن الناس حلو التفميل سيعوز كم قطر على كده بالزبط لكن نحن نطمن الناس ليس نقف نقف نبص لحاجات دي نقول كده نحن نتابع ونعمل لنا برضو إجراءات بنعملها وكان لنا خبرة في وضوع كورونا وإزاي نحن عملنا حوافظ أنا عايز أفتح ملفتاني صحيح ملف سيانة السفن والرئيس السيسي تكلم عنه كتير جدا أنه إحنا يبقى عندنا مكان لسيانة السفن مكان لتصنيع السفن مكان لو حصل أي حاجة في أي سفينة عملاقة تقدر تقف عندنا وتاخد كافة خدمتها إحنا عملنا إيه فيه في قناة السويس كان عامل إزاي وبقى عامل إزاي دلوقتي وحيبقى عامل إزاي إن شاء الله مستقبلا السويس حبارة بشكرك على السؤال ده طبعا هو دين الدين للخدمات اللي بتقدر تقدر من السفن أثناء عمورها في قناة السويس أو دخلها إلى البواني عظيم إن أنت تأمل عنية سيانة وإصلاح السفن دي لأثناء عمورها تحصل بسعات حواليس في المركب عايزة ترفع ترفع عن إيه يعني تبقى في الجفاف وتقش في المية عشان تشتغل في الجزء اللي هو تحت خط المية وبالتالي إحنا عندنا كلا ترسانات في قناة السويس من ترسانة في السويس وترسانة فيه برسعية من ترسانة السويس في عندنا حوض 55.000 طن إحنا جبنا حوض جديد في ترسان برسعية 35.000 طن من كوريا الجنوبية لسه مدشنين ومعنا زبعين تقريبا وده حيعا عشتها في عمارة سيانة واصلاح السفن من القطاع الشمالي أو من الشمال يعني والتي في ترسانة السويس اللي في الجنوب حيعشتها فيه القطاع من القطاع السفن الجاية من الجنوب وعليه أكبال كبير جداً وتقريباً محجوز طول السنة لتبسانة السويس الحوض دوان وبالتالي برضو الحوض الجديد اللي احنا جبناه دوان ده برضو بالدعم اللي جادمونا دايما السابتراسيون شوفوا انت عايزين اي أحلامه وهاته أحسن حاجة وهاته أكبر حاجة وهاته أحسن حاجة هيئة عالمية مش هيئة وطنية بس هيئة وطنية ومصرية وكل حاجة لكن هي كمان عالمية ومش دات بعد إفر ديفين والاهتمام الناس كانت موجودة إزاي بالمثلاتية فلازم برضو حاجتنا يكون أحسن حاجة وأفضل حاجة وقدرات وامكانية فا احنا دلوقتي وعندنا دي خدمة من الخدمات اللي تؤدى للسفن ان انا ممكن عمل عملية إصلاح للسفن اللي بتعبر في قناة السويسة بالشمال او من الجنوب وفيه سنو مخصوص يجي عشان عملية الإصلاح دي اللي بتتم في التلسامات عندنا طيب فاندف بحنا نتكلم كمان عن الكركات احنا دلوقتي يوصل عندنا عدد الكركات قد ايه فاندف؟ عندنا دلوقتي حوالي 15 كركة بالاثنين الجداز اللي جدناهم ودول أحسن أكبر كركاتين من قديم في شركة الأوسط دول كركة فيهم كتراتهم بسهل بحوالي 3300 متر مكعب في الساعة وعلاوة على قدرتها على العمل في القاعة السخرة وحنا نشغل دلوقتي في الكتاع الجنوجي علشان كدرتهم العالية دي يعني عندنا من الكركات دلوقتي بعد أننا كنا يعني كنا بنأجر دايما كركات عشان ما نعمل حاجة في قطاع الجنوبي أو لما كان القناة السويس دي جيدة نكون بنأجر كركات بالعملة الصعبة دلوقتي لا احنا المشروع اللي احنا بنعمله حتى بالقطاع الجنوبي دلوقتي بنعمل بقدراتنا احنا وإمكانياتنا وبالتالي ما بنتفعش عملة صعبة على نحنا نأجر كركات ودي طبع من الميزانية الاستثمارية بتاع القناة السويس يعني حتى الفلوس كمان ما تتخذش من الميزانية بتروح للدولة نقدم الميزانية بتاع قناة السويس وإحنا نمشيين الحمد لله في المشروع بكويس ونقدم فيه انخطات جاية أنا أعلم جدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاجة وهيئة قناة السويس حاجة تانية ولكن ما ينفعش النهاردة أتكلم على التأميم وما تكلمش عنها ما عندنا مشروعات عملة ازاي وحنوصل لفين فيما تعلق مشروعات الطاقة الهيدروجين الأخضر وصانع السيارات كلام كتير جدا نتكلم على المنطقة الاقتصادية يا فندم عايزين نعرف تفاصيل عنه ونحن نقرد نحتفل بتأميم قناة السويس تماما بابد نربط دي بعد إذن حضرتك لأن لما تعمل القناة السويس بليلة ما كانش مقصود ديه قناة السويس بس كان مقصود ديه كمان المنطقة الاقتصادية والاقصادية اللي هتفتحت الطريق على الشارع برسعيد للهيئة الاقتصادية ويكالي بقى عبور السفن بقى بيعبر قناة السويس ويخش الى قصادية ويخش الشارع برسعيد وهين عبر قناة السويس وتعملوا مجرى مخصوص للمضوع ده. وتعملت بنية تحتية على أعلى مستوى في شارق برسعيد. كنت أخذت مدة كبيرة. كنت أخذت لأخر مشروع شوية يعني إنه ممشيش بالتناغم مع الكارتسويس لأن التربة في المكان ده صعب. كنت عايزة عملية إحلالة. خدت وقت كبير جدا من أنها عملت فيها مجهود جبار عشان نوصل للي إحنا عملناه ده بقى كيب. كل دي انفاء اللي عملوا. اثنين فور سعيد اثنين فور اسماعيلية واحد في سويس على وعلى وعلى مبودر واحد تمان في سويس ده أول أحمد حمدي. وبالتالي بقى فيه ستة ألفاء بيعبروا من الشارق الغرب والعكس في عشرة دقيقة او اتناشة دقيقة بتعمل عملية. فالاستثمار ما كانش حينفع يتعامل وتنمية السيناء ما كانش تنفع تقامل غير المحاور اللي بقت موجودة للعبور لهذه السفن. ولكن نحب تطمينك برضو الهاية اقتصادية شغالة بخطة ثابتة. بقى فيه اكتر من مصنع دولتي اقائم فعلا. وفيه اكتر يستثمر. آآ كامل عربي ويشتغل فيها. ذهي ما اناسة للمنطقة الروسية ومنطقة السينية كل هذه الحمالية. ما دعنا هناك فيه في مصانع بغطاريات العربيات في مصانع للمكوميات في مصانع للهيدروجين اللي الأخضر بدأ يعني نسة ما بقيتش تنتج لكن لكن خلاص فيه خطوات آآ انا عايز اقول برضو كمان النهاية الاقتصادية بالتعاون معها انحنا برضو انسيبهمش مع وزارة البترول ووزارة الماد. انا هناك فيه خدمة وهي تموين السفن، وهي تعمل في برسعيد والسويس في الجنوب، وهي خدمة المهمة جداً 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 وهي كنا متأخرين فيها، ولكن بدعم ودفع من السيد الرئيس عبدالحكي فيه اتعاملت وفي الوقت فيه سفن كثير من الوقت يتمون، وفيه سفن مخصوص وطيج تخش في قناة السويس أو تخش الهاتفية، بدام فيه معاملية التموين، لأنه يجد مشكلة أنه ليس تحيط بعد ما يعمل القناة السويس، سيروح يموت فيه، في أقضي المنطقة كلها شغالة، وإن شاء الله عن قريب جداً سيكون لها دخل جداً، يوازي يمكن القناة السويس أولاً إن شاء الله يا فندم، أخيراً يستر فريق ما يفعش يبقى بنتكلم عن كل هذه الجهود والأداء الهاية الحقيقة لهاية قناة السويس من حيث الإرادات حتى الجهود والتطوير اللي بيحصل فيه، وننكلمش عن دور العاملين كمان فيها قناة السويس وطبعاً عند حضرك حق، نحن نذكر بأنهم طيبين، هو اللي بيحصل ده كله، ده منظومة متكاملة، ما حدش فيه فرد يعني ترس، ما حدش فيه حد فيه خل أو يشتغل واحدة، يعني ندارش نقول إن هاي كان السويس هي أبارة مدرين بس، أو أباطين بس، أو رئيس هيئة بس، نقضح كلنا منظومة واحدة، ومنشتغل على قلب رجل واحد زي ما سترى يدامان يقول، وعش كده احب الحمد لله النتائج اللي احنا نسأل فات محاين، تسعة مليار وروروائية مليون دولار أعلى رقم حقاً في تاريخ حنسوس بالكامل كله، وده رقم اعتبر كبير، وإن شاء الله بنصبه إن احنا نعدل عشرة إن شاء الله في نهاية السنة، والخدمات اللي بتؤدى دين كمان للسفن والإنجازات اللي عملت في التطيور المغرب بالياحة، وتطيور الترسنات كل دي إنجازات نحنا بنشكر عليها العاملين، والمرشدين كمان نساش مرشدين نحن نتكلم على السلفات معدل ستة عشرين ألف سفينة، صحيح، طبعاً ده مبهود جبار من نتجل المرشدين إنه يطلعوا نفذ عملية الرشاة بنجاح، في مارس السلفات كان فيه مئة وسبعة سفينة فيهم واحد، صحيح، كلام كلام، كلام لا ينتهي، زي ما حالك قلت هي منظومة لازم نشكرهم عليها، صحيح، صحيح، بلولهم كمان موجود أكتر مع بعض عشان نحق المصبق لي إن شاء الله، بكل تأكيد يا فندم، يعني هي ملحمة يمكن زي ما كان مصطفى بيتكلم جاءت أزمة السفينة أفر جيفن عشان تباين العالم كله هيئة قناة السويس، اللي بيحصل في قناة السويس، العاملين في قناة السويس، نحن نتكلم عاملين مصريين مية في المية برغم ما كل ما عرض علينا من مساعدات عشان نقدر نحن نعيد تعويم هذه السفينة مرة تانية، الأرقام اللي نحن نتكلم فيها أرقام كبيرة جداً، الحقيقة هي اللي بتعكس كل ما حدث في قناة السويس، جزيلاً شكر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مجهود كبير ونشاط كبير جداً 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 حقيقة مصطفى لقناة السويس، ونحن نهاردة بنحتفل بوجود هذه القناة، بنحتفل بتأميم هذه القناة اللي حفرت بإيد أجدادنا المصريين، ودفعوا تدموهم وأرواحهم، تمانها، زي ما قلتلك كان حوالي 120 ألف مصري من حوالي 5-6 مليون، طبعاً رقم ضخم جداً توفوا جراء هذا الحفر، طبعاً ظل هذا الأمر في الذكرة المصرية، وظل إن هي القناة السويس الأهم، النقطة الأهم إن إن لو أنا عندي سلعة معينة أو كونتينر معين جاي من الشرق للغرب، وتعطل الدنيا هكذا تبقى عاملة إزاي؟ هو ده اللي شفناه زي ما أنت قلت في قصة Ever Given، وده اللي خلى العالم كله يبص المصر أو يبص القناة السويس، أنا أهم مجرمي لاحي في العالم، أنا كنت بجرمي، وضعت العالم أمام نفسه؟ بالضبط، 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 يعني ده المجمراً في حال،